اعرف دينك ثم يعود مجددا أقوى من الأول بكثير ولقد وجد لهذا علاج فعال عجز الأطباء عن اكتشابه لقد أوصان رسول الله ببضع الوصايا التي تفيد الإنسان في حياته لأن الله ورسوله أعلم بما كان يمر به الإنسان في حياته من مخاطر وأمراض ومن ضمنها الصداء وللتخلص نهائيا منه فقد أخبر ابن العباس في أحد الأحاديث الصحيحة والتي ورد ذكرها في الدب النبوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يصابه الصداء يلتزم الجلوس في البيت باليومين كان يعتصب رأسه أي كان يربطها ويحزمها بقوة كما ورد أيضا في بعض الروايات أن النبي الكريم عندما كان يسأله أحد عن صداء الرأس كان النبي الكريم يخبره أن عليه بالحجمة لما لها فوائد سحرية للعلاج من كثير من الأمراض وخاصة صداء الرأس كما كان في عهد رسول الله يستخدمون الحناء للتخلص من الأوجاع وفي الصداء كانوا يضعونه على الجبين كما كانوا يستخدمون النعناع الأخضر وأكله طازجا فهو يساعد شكل واضح من التخلص من أوجاع الرأس والصداء وأيضا كانوا يستخدمون قطعة من الثلج ويمرره على الجبهة لتخفيف ألم الصداء وكل هذه الأمور أثبتت فاعليتها في التخلص من الصداء وأوجاع الرأس لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر